وصلت بعثة المنتخب السعودي اليوم إلى مدينة إليكانتي الأسبانية للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً لكأس العالم في قطر 2022 والتي تنطلق في نوفمبر المقبل وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في مدينة إليكانتي الأسبانية حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مبارتين وديتين الأولى أمام منتخب الإكوادور والثانية والثالثة والعشرين من سبتمبر ستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في 27 من الشهر نفسه وستلعب كل المبارتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة موريسيا واستدعى المدير الفني للمنتخب إرفي رينارد 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر اليوم في مغادرة المنتخب حضر زميلنا خالد الشعبي والتقى بمدرب وقائد المنتخب إرفي رينارد خلونا نشوف وشكال أعتقد أنه الوقت المناسب لاستدعاء وجوه جديدة للمنتخب لم يتم ضمن معيوف لأن عبدالله المعيوف لعب مباراة واحدة من 18 مباراة لنا في مشوار التصفية وهو قرر التوقف عن المشاركة الدولية وذلك قبل ثلاثة سنوات وهو وقت طويل وعرف أنه يقدم مستواجئين أما محمد العويس بالنسبة لنا فهو يقدم أدعاً مميز وهذا قراري